بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الله محمد صلى الله عليه وسلم الآن هنتحدث عن الشلال الدماغي أو الشلال المضخ أسباب الإصابة بالشلال الدماغي إيه الأسباب؟ بشكل عام في نسبة كبيرة جدا من العامل التي تسبب في الشلال الدماغي بس النسبة الكبيرة دي من الأسباب طبعا غير ومعروفة ومعظم الأسباب الخاصة بالأعاقات لا يتطفق عليها كثير من البحثين مع بعضهم البعض يعني ممكن أحد البحثين يقولت فيه سبب كذا وهكذا بتختلف الآراء في تحديد الأسباب طيب جميل طيب إيه العامل اللي احنا نعرفها بتتسبب في الإصابة بالشلال الدماغي؟ أول حاجة الولادة المتعسرة أول حاجة الولادة إيه؟ المتعسرة ده أساسي في الإصابة بالشلال الدماغي وأحيانا الأم وهي بتليد الطفل مثلا بيكون الولادة متعسرة وصعبة ممكن يحدث بعض الصدمات أو بعض في أحيانا بيعملوا حاجات زي الشفط وهكذا وده ممكن تتسبب في مشكلة في المخ نفسه جميل عدم طوافق طوافق عامل إيريزيس بالنسبة للأم وإيه؟ ودم دم الأم وإيه؟ والجنيل طيب إصابة الأم الحامل بمراض السكر السكري الولادة المبكرة إن الولد يتولد إيه؟ أو الطفل يتولد مبكرا جميل ما يكونش فيه العناية اللازمة وهاكذا طيب فيه تصنيف بقى للشلال الدماغي طبعا عندنا أول تصنيف هو التصنيف الخاص بنمط الإصابة وطبيعات وهو فيه الشلال التشنوجي فيه الشلال الالتوائي فيه الشلال التخالي فيه الشلال التيابوسي وفيه ارتعاش الأطراف ودي كلها تصنيفات خاصة ب شلال الدماغي ترجمة نانسي قنقر